السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة أهلا بكم ومرحبا في لقاء يتجدد بنا في أحداث سيرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين تحدثنا في لقاء سابق عن مرحلة أولى فيها بعض الملامح عن حياة الصبي في صغره الأسرة التي تربى فيها الحياة المختلفة التي كان يراها والحقائق التي اكتشفها بعد فترة من الزمن وإن كان لم يستطع أن يحدد الفترة التي وقعت فيها الذاكرة الغريبة للإنسان أو للصبي أنه يتذكر وينسى ويتذكر البعيد وينسى القريب شيء غريب يدلل به على عجب الذاكرة في الإنسان قلنا أن عالم الصبي كان محدودا بالبيت والسياج الذي يخرج إليه ليستمع إلى الشاعر وذلك ما يكشف عن حبه للأدب في المخاوف والخيالات التي كانت تسيطر عليه حينما يعود في حجرته ما زلنا في العالم المحدود ولكنه كان يذهب إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز التاسعة وحصل على شيء من المكانة أحس به ثم فقد أخذ الإحساس نسي القرآن وتعرض للإحساس بالمرارة والألم وعاد لمراجعة القرآن وحفظه وبرع وأبدع وأجات ولكن هل سيقف الحد به عند حد الكتاب والجلوس فيه لمراجعة القرآن الكريم أم سيتطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك إلى حيث يطمح هذا الصبي تعالوا نرى معا من خلال بعض الأسئلة نتناولها في الفصول نبدأها معا من الفصل الرابع مرارات الفشل كيف أصبح الصبي شيخا ولم يتجاوز التاسعة في تعليقنا الذي بدأنا به لأنه حافظ القرآن الكريم وتحقق أبوه ومعه سيدنا من ذلك في امتحان عسير في بادي الأمر أثبت فيه الطفل حفظ القرآن والإيجادة للحفظ ولكن مع مظاهر احتفاء الأبوين بحفظ الصبي للقرآن الكريم الأبوين اقتصرت على منحه لقب الشيخ على منحه لقب الشيخ والمنادى به حين يرضى عنه أو من باب التفاخر أمام الجيران والأصدقاء ما شعور الصبي تجاه هذا الاحتفاء شعر بالزهو والسعادة أول الأمر كما قلنا ولكن زهوه ما لبث أن انطفأ لأنه لم يترجم إلى مكافأة لم يحصل على مكافأة وهنا ما المكافأة التي كان ينتظرها الصبي نظير حفظه القرآن الكريم المكافأة كان ينتظر أن يكافأ بجبة وقفطان ليلبسهما كما يلبس الشيوخ ويضع العمامة فيكون شيخا حقا ولكن ذلك لم يحدث وهنا كيف كان ينظر أبوه إلى هذا اللقم هو ذكر وهنا نذكر نظرة الأبوين نظرة الكبر والعجب لا نظرة التلطف والتحبيب له فيه التباهي وليس أكثر من ذلك وهذا له سؤال سيرد أمامنا رأى الصبي أنه لم يكن جديرا بلقب الشيخ فلماذا؟ أعتقد أن الإجابة قد وصلت إلينا لم يحقق له المكان والهيئة التي كان ينتظرها لم يرتدي ملابس الشيوخ وظل يذهب إلى الكتاب ويتردد على سيدنا وبالتالي ليس شيخا حتى بالمناسبة أن سيدنا وسيدنا هو شيخ الكتاب ولكن اللقب سيدنا كما يقولون عليه لم يكن يستخدم هذا اللقب معه الشيخ إلا إذا كان له مأرب يتودد به ليحقق مطلبا عند ولد الصبي إذن الأب يستخدم هذا اللقب تباهيا تفاخرا أمام الناس ولدي الشيخ الأم أمام الجيران ولدي الشيخ حفظ القرآن كفيف البصر لم يتجاوز التاسعة الأبناء المبصرون لكم لم يحفظ هذا فلم يجد شيئا آخر يبدله ومن هنا لم يجد شيئا يجعله يتعلق بهذا اللقب بل أحس أنه ليس جديرا بهذا اللقب ننظر إلى السؤال التالي ضاق الصبي مرارة الفشل والخزي صف بأسلوبك تلك التجربة وتوقعاتك عن آثارها مرارة الخزي التي أحس بها حينما جاء يوم في عصر ذلك اليوم والصبي كان عائدا من الكتاب كعادته فدعاه أبوه بلقب الشيخ أقبل يا الشيخ باسمه الشيخ طاو لم يذكر هذا الاسم بالمناسبة وكان مع أبيه في هذا الوقت صديقان له وطلب منه أبو أن يقرأ صورة الشعراء فوقع عليه السؤال كالصائقة يبدو أن هناك أمر ما ففكر وقدر وتحفز واستعاذ بالله وسمى الله وأخذ يرد طاسين ميم طاسين ميم لم يستطع الانتقال ففتح أبوه عليه بإعطائه الكلمة في الآية التالية ولكنه لم يستطع فعجز عن الاستكمال فقال له اقرأ صورة النمل فحدث معه ما حدث في الأولى فطلب منه أن يقرأ صورة القصص فأخذ يرد الطاسين ميم أيضاً ولم يفتح عليه أبوه هذه المرة ولكنه قال له في هدوء ماذا قال له قم فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن هذه هي الحالة وبالتالي حينما نأتي إلى باقية السؤال ما الأثر الذي تركته عليه تركت عليه أثراً كبيراً سلبياً في بادي الأمر ولكن علمته أنه لابد من أن يتثبت من حفظه ويراجعه في هذا الأمر إذن انصرف الصبي وهو يشعر بالخزي والمرارة في هذا الوقت السؤال لو كنت مكان الصبي فإلى من توجه اللون على ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم ماذا فعل الأب قم كنت أحسبك قد حفظت القرآن الصبي قام يشعر في نفسه بمرارة الفشل والخزي في هذا الموقف وإن كان الصديقان قد خفف الأمر على الوالد بأنه ما زال صغيراً لكنه يسأل على من يلقي باللوم هل يلقي باللوم على الأب الذي فاجأه بالسؤال والامتحان أم على سيدنا الذي أحمله وكان يذهب يلهو ويأكل ويلعب ثم يعود أم على نفسه لأنه نسي الامتحان أو نسي الحفظ القرآن الكريم إجابة هذا السؤال المتركة لك عزيز الضالب فكر هناك من يقول نلوم الأب أو هناك من يقول نلوم الصبي لأنه لم يدوم على حفظ القرآن كما وضعنا السؤال ولكن عفواً الطفل الصغير يترك الإجابة الطفل الصغير إن لم تسأله لا يجيب هذا الأمر الأول إن لم تعطه واجباً وأنت إن لم تعطى واجباً وتسأل عنه فلن تقوم بإجابة أسئلة من طلقاء نفسك إذن المداومة كان الأولى فيها من وجهة نظري اللوم يصب على سيدنا لأنه أغمله لم يتابعه هذا أمر أره هو لم يجب عن هذا السؤال ولكن ختم أحداث الفصل بهذا السؤال ووقف أمامه ولكن دعونا ننظر إلى السؤال لو كنت مكان الصبي فإلى من توجه اللوم على ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم قل ما شئت أوجه اللوم إلى شيخ الكتاب لأنه أغمل الصبي ولم يراجع معه الحفظ بصورة مستمرة تعالى عزيز الطالب ننتقل إلى فصل آخر وهذا الفصل هو الفصل الخامس ويحمل عنوان الشيخ الصغير قبل أن أبدأ في أسئلة الفصل الخامس اسمح لي أن أضع أمامك مشهدا تخيليا حتى لا تشعر بالاختلاف في بداية أحداث هذا الفصل حينما نقرأه أو لمن قرأه يجد سيدنا يقبل إلى الكتاب في حالة من السرور والسعادة وينادي عليه أنت اليوم تستحق أن تدعى شيخا حقا وهو يبتسم في وجهه وقد بي ودعه وشرفه هناك من نظر إلى هذا المشهد وبعض زملائكم علق مع هذا المشهد بأنه نوع من التأنيب والتونيخ ولكن اسمحوا لي أن أضع أمامكم مشهدا تخيليا لنتخيل أنه بفشل الصبي أمام والدي في حفظ القرآن ماذا فعل الأب؟ أعتقد بتخيلي أن الشيخ الأب ذهب إلى سيدنا في الكتاب وعنافه على ذلك وأخبره بما حدث وربما فوجئ سيدنا وإن لم يكن مفاجأ لابد أن يكون الأمر أخف بالنسبة له من الوالد لأنه لم يكن يراجع معه في تلك الفترة وينسى سريعا حفظ القرآن وبالتالي تم الاتفاق على أن يراجع سيدنا مرة أخرى على أن يقوم والد الصبي الشيخ بعقد امتحان من سيمتحنه؟ الوالد الشيخ ووعد سيدنا بمكافأة مجزية وهي جبة جديدة وبالفعل حدث ذلك وفي يوم الامتحان هذا ما ورد وصفه من أحداث يوم الامتحان في وجود سيدنا والأب يقوم بامتحان الصبي والصبي يجلس أمامه حالة سيدنا في هذا الوقت هذا مشهد لابد أن تتأكد أنه كان قائم بأي صورة من الصور تخيله كما شد فجاء سيدنا بعد نجاح الصبي في الامتحان وسنعرض بعض الأسئلة ولكن أضع التصور أمامك فجاء سيدنا فرحا بجبته الجديدة وبحفظ الصبي للقرآن حيث أنه ذكر أكثر من دلالة أولها أنك بيضت وجهي وشرفت لحيتي وأنت تتلو القرآن كسلاسل الذعب وأنا كنت أحصنك بالحي القيوم فمن يقول بأن سيدنا يصخر من الصبي لأنه نسي حفظ القرآن أقول له لماذا وسيدنا لم يكن في هذا المجلس فكيف كان يحصنه بالحي القيوم وكيف كان سيدنا يجلس على جمر وفي حالة من القلق خشية أن ينسى أو أن يخطئ وكيف أن والد الصبي منحه الجبة الجديدة هذا أمر الأمر الثاني المكافأة التي كافأ بها سيدنا الصبي ما المكافأة؟ أنه أعفاه من القراءة اليوم بلغتنا تفوق فأنت النهاردة أجازة أيعقل أن تخطئ بالأمس وأمنحك راحة اليوم وأكافئك؟ إذن الصبي فعلا في هذا المشهد قد حفظ وأجاد وبرع ووصف سيدنا هنا لم يكن من باب التوبيخ أو ما بالسخريات منه بل كان حقيقة تعالوا لننتقل إلى الأسئلة لنتناول هذا الحدث ما المكافأة التي نالها سيدنا على ذلك من والد الصبي جبة أعطاها والد الصبي للشيخ مكافأة على حفظ الصبي للقرآن الكريم الجبة كما ذكرنا كيف استقبل الصبي في الكتاب بعد نجاحه في امتحان ختم القرآن الكريم أقبل سيدنا إلى الكتاب مسرورا مبتهجا فدعا الصبي بلقب الشيخ هذه المرة قائلا هذا قول سيدنا وهذا القول هو مورد في نص الكتاب أما اليوم فأنت تستحق أن تدعى شيخا فقد رفعت رأسي وبيضت وجهي وشرفت لحياتي هذا هو القول سؤال آخر ما العهد الذي أخذه سيدنا على كل من الصبي وعرف الكتاب العهد الذي أخذه عليها أخذ على الصبي عهدا على أن لا يهين لحية الشيخ أمسكه وأخذ يد الصبي وضع على لحياته وأن يراجع القرآن الكريم مرة كل أسبوع في اليوم ستة أجزاء لأن الكتاب يعمل خمسة في خمسة أيام وعلى العريف هذا العهد أيضا بأن يسمع له في كل يوم ستة أجزاء من القرآن وقبل كل منهما العهد وسلم سيدنا ذقنه للشيخ الصغير وعريف الكتاب هو المساعد أو بلغتكم ما تسمعونه الآن فيه ننتقل إلى أحداث أخرى سريعا في هذا الجزء من الفصل السادس سعادة لا تدوم قبل أن أنتقل إلى السعادة التي لا تدوم حافظ الصبي شيخا يستحق هذا اللقب ولكن ربما أن هناك حالة من الخشة بالنسبة للأرض ماذا فعل؟ منع الصبي من الذاب للكتاب أجلسه في البيت أحضر له شيخا خاصا هو يعد لذاب للأزهر فخشة ربما يحدث معه ما حدث من قبل من إهمال سيدنا له وبالتالي ذلك سيولد مواقف أخرى ترى ما هذه المواقف التي سنتعرف عليها وما الذي سيتعلمه الصبي وماذا نتعلم نحن أيضا لماذا انقطع الصبي عن الكتاب وما نتيجة ذلك؟ هذا هو السؤال لأن والده أحضر فقيها آخر هو الشيخ عبد الجواد إلى المنزل وكان ذلك مصدر سعادة للصبي وفخر على أقرانه هو مميز لا يذهب إلى الكتاب له شيخ خاص ليس بصفة عامة كبقية الصبية الذين كانوا معه في هذا الوقت ما سر سعادة الصبي في تلك الأيام وهل دامت سعادته؟ سر السعادة أنه سيذهب إلى القاهرة حيث يصبح مجاورا للأظهر وأولياء الله الصالحين وأنه يشعر بالتميز عن أقرانه في هذا الوقت لا يذهب إلى الكتاب دوم الحال من المحال هل ينطبق ذلك على أحداثنا؟ إجابة هذا السؤال هي نفس إجابة الجزئي السابقة هل دامت سعادته؟ قلنا لا ولكن لماذا؟ هذا التعليق نعم فقد زالت سعادته بشيخ المنزل واللعب والمرح حيث كان ياله يمرح بانصراف الفقه عنه فقد سعى سيدنا إلى إعادته إلى الكتاب مرة تلو الأخرى فتوسل بكل ما يمكن التوسل به بسبب بنفسه أو بأصدقاء الأم فسعى سيدنا إلى عادته إلى الكتاب وعاد الصبي ووجد ما وجد منه ومن العريف بل وسخرية أمه وشماتة إخواته أيضا فالأمر كان مختلفا بالنسبة له وبالتالي هو حينما عاد إلى الكتاب هل عاد برغبته؟ أعتقد عاد الصبي للكتاب كارها علم بسبب خوفه من العقاب الذي سيناله من سيدنا ومن العريف جزاء لما قاله فيهما فقد أطلق لسانه فيهما إنه أمر مؤسف أطلق لسانه فيهما وبالتالي ربما نعلق على هذه الجزئية سريعا حينما انقطع الصبي عن الكتاب ويأتي إليه فقيه خاص يجلس معه ثم ينصرف يجلس معه ساعتين أو بعدهما أو يزيد عنهما ويراجع معه وينصرف وهو يلهو ويمرح في حالة من السعادة رفاقه في الكتاب كانوا يمرون عليه يغلونه بالحديث عن سيدنا وعن العريف فأطلق لسانه فيهما وأظهر من عيوبهما ما شاء بإغراء هؤلاء الصين ولكنهم كانوا يتلاعبون به فقد أخذوا هذا القول وذهبوا به إلى سيدنا في كل مرة ونقلوا إليه تقربا وتوددا من سيدنا ومن عريف الكتاب وذلك القول أفسد العلاقة لا شك من نقل هذا القول وحينما عد هو يعلم ما سيجده لأنه عرف بهذا الأمر وبالفعل وجد عقابا ووجد قسوة وجد سوءا في المعاملة ما فعله الإخوة من سخرية منه وكذلك الأم لأنهم عرفوا بما قال في حقهم وهنا تعلم الدرس جيدا ما الدرس الذي تعلمه الصبي في هذا الوقت الأب الذي أعاد الصبي الكتاب رغم أن الأب كان قد قرر ألا يعيده إليه مرة أخرى وهو يعيده وبالتالي سيعود إلى الكتاب ولكن لماذا يتحمل ذلك هذا ما سنراه في السؤالين التاليين ما الذي جعله يتحمل وأصبر على كل ذلك الهدف الذي كان من أجله سعيد حينما انقطعنا الكتاب هو قدوم أخيه الأزهري واستحابه معه إلى الأزهر سيذهب إلى الأزهر ويصبح مجاورا هذا هو أما بالنسبة للدرس الذي تعلمه من عودته إلى الكتاب لاحتيات في اللظ وتعلم أن من السفا والحمق الاطمئناني إلى وعيد الرجال ووعدهم هذا في نهاية أحداث هذا الفصل ننتقل إلى أحداث أخرى من فصل آخر وهو الفصل السابع الذي يحمل عنوان الاستعداد للأزهر نبدأه بالسؤال التالي لماذا تأجل سفر الصبي إلى القاهرة والتحاقه بالأزهر هذا السؤال ربما يكون مباغة بالنسبة لنا هو عاد إلى الكتاب في انتظار أن يأتي الأخ أليس كذلك ليأخذه معه ومع ذلك كان السؤال تأجل سفر الصبي إلى القاهرة هل هناك سبب؟ نعم هذا ما ورد في الأهمال عاد إلى الكتاب وتحمل ما تحمل من سيدنا في هذا الوقت إما هي إلا شهر أو بعد الشهر ويترك الكتاب ولن يرى تلك الوجوه مرة أخرى هذا ما جعله قد أخطأ حينما أطلق لسانه في العريف والكتاب أنه لن يرى تلك الوجوه وهذا ينم عن خطأ في السلوك من علمني حرفا صرت لو عمدا حتى وإن قسع علي في وقت من الأوقات حتى وإن أخطأ معي في وقت من الأوقات لقد علمني فهو صاحب فضل فلابد أن أعترف بفضله علي ولكن تأجل وطال به المقام لماذا؟ هذا له أسباب حضر الأخ ولم يأخذه أم لم يحضر حضر ولم يأخذه وتركه وقضى هذا الوقت يتردد على ما كان يتردد عليه ولكن هنزاد عليه الأمر شيئا هذا ما سنتعرف عليه من خلال الأحداث تأجل السفر لصغر سنه وصعوبة إرساله للقاهرة وعدم حب أخيه احتمال الأخ الذي جاء لم يكن يرغب في تحمله هذا الصبي يحتاج إلى من يرعاه ومن يذهب به ومن يقدم له ومن يفعل له وبالتالي هو لا يرى في ذلك فقدم حجة صغر السن وإن كان السبب الحقيقي هو عدم رغبة الأخ في احتماله ذكر هذين أشار الأخ الأزهري على أخيه بكتابين فما هما وماذا يفعل بهما حينما رفض الأخ واعتذر عن أخذ الصبي معه حزن لأنه قد فقد الأمل أو كسر قلبه والحلم الذي كان يحلم به وأنه سوف يجلس في وجه سيدنا ونعرف الكتاب ونفس الصورة وبالتالي الأخ أشار عليه بكتابين دفعهما إليه كان لهما المردود الأفضل أو الذي خفف من حزني عليه هذين الكتاب نرهما الكتاب الأول الفيات بن مالك وهذه في النح في أبيات الشار وهذا الكتاب يحفظه كاملا أما الكتاب الثاني فهو كتاب مجموع المتون ويحفظه بعده بعد أن ينتهي من حفظ الكتاب الأول كتاب الثاني وهو مجموع المتون يحمل بعض الأسماء ما هي الأسماء التي وردت فيه هي أسماء غريبة لا يفهمها لا يعرف لها معنى ولكنها كتب الأزهر من هذه الأسماء الجوارة والخريدة والسراجية والرحبية ولمية الأفعال وغيرها من الأسماء التي كانت تثير إعجابه لماذا؟ بما برر الصبي الإعجاب بهذه الأسماء وعلى ما يدل لذلك لأنه لم يفهم لها معنى ولأنه يعلم أن أخاه الأزهرية قد حفظها وفهمها فأصبح عالما وظفر بهذه المكانة الممتازة في نفس أبوبي وذلك يدل على سداجة وبراءة أفكاره أسماء هذه الأسماء التي جعلت الأخ الأزهري له المكان وكما نسمع ولكن لا يفهم لها شيئا لا يهم فأنا أحفظ في كتب الأزهريين التي جعلت أخي يصل إلى هذه المكانة سؤال هنا تحدث عن مكانة الأزهري في نفس أغلقارياتها كانوا يقبلون عليه متلطفين يحفظون كلامه كما كان يفعل الأب يتوسلون إليه ليلقي خطبة الجمعة طلبوا ذلك أن يقرأ عليهم دروس التوحيد والفقه في المسجد وفي يوم المولد النبوي الشريف وما كان منهم في هذا اليوم كان أمرا آخر حيث اشتروا له قفطانا وجبا ومركوبا وتربوشا ووضعوا على رأسه عمامة خضراء في يوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وشالا من الكشمير وحملوه وطافوا به القرية والقرى المجاورة لهم أيضا احتفالا أركبوه على فرس أعد له الرصاص يطلق والنساء تزغرد فرحا بالخليفة الذي اختاروه لماذا؟ لأنه أزهري قراء العلم وحفظ الألفية والجوهرة والخريدة تلك الكلمات وهذا الاحتفال وما شابه كان سببا في تعلق الصبي بصورة أكبر بالأزهر ليصل إلى مكانة كالتي وصل إليها الأخ الأزهري بهذا القدر من الحديث عن الأزهر وما كانت عند أهل القرى والريف نصل إلى نهاية لقائنا اليوم وإلى أن نلتقي في مرة أخرى مع أحداث جديدة من سيرة عميد الأدب العربي الدكتورة حسين نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته